السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لطالما كنت أسأل نفسي هذا السؤال هل تأتي الأفكار في ظل الخواء العمراني؟ أم أنه لا بد أن يكون هناك منهج منظم يولد هذه الأفكار؟ وهل أزمتنا أزمة مركبة أم أزمة بسيطة؟ الأزمة البسيطة مثل الأزمة السياسية أو الأزمة التقنية أو أزمة نقل المعرفة أو أزمة أخلاق في مسألة معينة أو أزمة مجتمعية في مكان معين ولكن الأزمة المركبة هي أزمة تتراكب من هذه الأشياء كلها كنت أتأمل في معالم الحضارات العظيمة وكانت الصورة تتضح أمامي شيئا فشيئا كل بناء كل اختراع لربما كل لوحة أو كل قصيدة مخلدة ومحفوظة ومتداولة على ألسنة الناس هي بدأت من بذرة صغيرة من فكرة في عقل أحد الأشخاص الذين يبحثون عن شيء ما ثم حولوا هذه الفكرة إلى منتج يتداوله الناس ويشيرون إليه جرب أنك تمشي في أحد أزقة المدن القديمة التي شيدت ربما قبل مئة سنة وما قبل ذلك انظر إلى هندستها انظر إلى الطبع العمراني الذي تتسم به انظر إلى الأشياء المرتبطة بها مثل الأسواق ومثل المساجد ستجد أنها ليست مجرد حجارة مرصوفة وإنما هي معرفة متراكمة ونسيج اجتماعي يقف خلف هذه الأبنية في هذه اللحظات عادة ما يتبادر إلى ذهن أمثلة مثل كيف تسهم المعرفة والأفكار والأخلاق والمجتمعات في إنشاء حضارات لا تنسى على سبيل المثال في بغداد العلماء والمفكرون كانوا يتدفقون على بيت الحكمة كانوا شغوفين بنهر لا ينضب من العلم كان الأمر إذا استطعت أن أشبهه بعبارة معاصر أشبه ما يكون بورشة عمل عملاقة هناك الكثير من العلماء بعضهم يترجم وبعضهم يبتكر وبعضهم يتناقش وبعضهم ينقل اختراع معين أو يستحدث شيئا جديدا من الأفكار هذه الورشة العملاقة أسهمت في إنشاء ما يمكن أن نسميه عمران بشري يزخر بالمكتبات والمساجد والمستشفيات وهذا هو الذي حول بغداد إلى مركز حضاري عالمي نفس الشيء نجده في قرطبة ونجده في معظم مدن العالم الإسلامي في القرون الأولى من الإسلام نفس الشيء حالة عصر النهضة في أوروبا بعد انطلاق رحلة اكتشاف المعرفة وعندما بدأ الناس في أوروبا ينقبون عن الأفكار والفنون التي أهملت القرون طويلة على سبيل المثال فلورنسا المدينة الصغيرة في إيطاليا تتحول من مدينة مهمشة إلى شعاع للعلم والإبداع وكثير من الفنون التي سوف تنتقل إلى أوروبا وتكون سبب في نقل الكثير من المعارف من هذه المدينة إلى مدن أخرى وهي ربما كانت يعني هذه المدينة ومدن كثيرة أخرى صغيرة في أوروبا هي التي كانت سبب في تقدم أوروبا التقدم العمراني والتقدم المعرفي الذي انعكس واستمر إلى هذا اليوم على الصورة التي نراها كلما نعود إلى هذه الأماكن أو هذه الاختراعات أو هذه الأفكار أو هذه النظريات نرى أن ذلك التقدم ليس وليد صدفة أو رفاهية بل هو نتاج بحث عن المعرفة الذي يحول هذه المعرفة إلى عمران ثم يتحول هذا العمران إلى حضارة راسخة وهذه الحضارة ستترك أثرها على العالم طبعا هذا الأمر يمكن أن نسميه بالقانون الشرطي بين المعرفة والعمران والحضارة والتقدم بكل اختصار تحولات تاريخية يمكن أن نرصدها من زاويتين زاوية التاريخ وزاوية المعرفة طبعا التاريخ يتضمن علم الاجتماع علم العمران البشري ويتضمن الأحداث بمختلف تركباتها وتعقداتها وارتباطاتها الأحداث السياسية والأحداث التاريخية والأحداث الاقتصادية التي كانت تشكل هذا التاريخ والمعرفة هي النظريات أو الأفكار التي كانت تدور في حلقات العلم أو مدارس العلم أو الفضاء الثقافي في ذلك الوقت يعني مثل الفكر الفلسفة الفن الثقافة الشعر الأدب الكثير من الأمور التي تندرج في هذا الإطار حين يكون العمران في حال التقدم نرى أن المعرفة أيضا في حال التقدم حين يتراجع أو يتطور العمران أقل من المعدل المطلوب أو المعدل الذي كان عليه في السابق نرى أن المعرفة أيضا تتراجع وبالتالي عندما تتراجع المعرفة تتخلف أفكار النخبة القائمة على الحقل الثقافي ومن ثم عندما تبدأ الأفكار بالنضوب ولا يكون لدى المجتمع المثقف أو المجتمع العلمي لا يكون لديه ما يقوله من أشياء جديدة أو مناقشات جديدة ولا يبدع أفكارا جديدة عندما يكون في هذه الحال سيبدأ بالاتكال على إنتاج الآخر ويستعير منه أفكاره ويقلده هذا القانون هو قانون الارتباط الشرطي بين المعرفة والعمران يعني هناك علاقة رابطية وتفاعلية بين هذه الأمور المعرفة هي وجه من وجوه العمران وأساس له والعمران عندما يكون في حال التطور فإنه بمعونة المعرفة سوف يقدم حضارة ويحقق التقدم هل هذا القانون ينطبق فقط على العرب والشعوب الإسلامية أم أنه موجود في كل الحالات البشرية؟ بكل تأكيد هذا موجود في كل الحالات وفي كل الحضارات أوروبا ليست فوق هذا القانون البلاد الإسلامية في التاريخ ليست فوق هذا القانون على سبيل المثال أوروبا الآن هي لم تقفز قفزة واحدة من حالة التخلف إلى حالة التقدم العلمي والحضارة كذلك المسلمين لم يقفزوا قفزة واحدة من حالة التخلف ومن حالة ما قبل الإسلام من حالة عدم العلم إلى حالة العلم احتاج الأمر عدد طويل من السنين بالتزامن مع تحرك على الأرض مع وجود أفكار هي حاكمة لهذا التحرك أفكار مثل العدل، مثل الاستقامة، مثل حرية الرأي أو حرية الشورى حرية التعبير عن الرأي دون خوف من أن يكون هناك اعتقال أو يكون هناك أي نعكسات سلبية بنفس الوقت عندما تغيرت هذه الأحوال تغيرت نتائج القانون إذن عندما تتراكم المعرفة يتراكم العمران المعرفة تتراكم وتتطور وتتكيف وتنمو وهي أيضا تتأقلم وفق تغوط الحاجة هذا الأمر يضعنا أمام سؤال من هم المسؤولون عن قيادة العمران أو تطوير العمران برأيي أن المسؤولين عن هذا الأمر هم من يمكن أن نطلق عليهم فكرة النخبة أو مصطلح النخبة وبالتأكيد سوف نسأل ما هي هذه النخبة؟ ما دورها؟ من أين تنشأ؟ وكيف تتكون؟ وكيف تحكم المجتمع؟ أو كيف تؤثر في مسيرة المجتمع؟ بكل اختصار النخبة هي فئة من الأفراد من ذوي الكفاءات والقدرات المتميزة تمنحهم تأثيرا خاصا في مجالات معينة مثل الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية طبعا النخبة هي مقسمة إلى عدة طبقات هناك نخبة دينية وهناك نخبة فلسفية وهناك نخبة ضمن النخبة الثقافية وهناك نخبة علمية من العلم التجربية وهناك نخبة داخل الحياة الاجتماعية هناك مثلا عائلات غنية أو اقتصادية أو تجارية وهناك أيضا نخبة ضمن الطبقات السياسية نخبة متنوبعة ولو أننا توقفنا عند مفهوم النخبة من الناحية اللغوية مصطلح النخبة يأتي من الجذر العربي كلمة نخبة وهذا يعني اختيار أو انتقاء أن تجمع الأشياء ثم بعد ذلك أن تختار أفضلها وهذا يستخدم للتعبير عن الصفوة أو الطبقة العليا في هذا المجال مثلا أنت انتخبت من طبقة المعلمين فأنت تأخذ من أفضلهم أنت تنتخب من طبقة العسكريين فأنت تأخذ من أفضلهم أو أنت تنتخب من طبقة أهل الدين وعلماء الدين فأنت تجد أنك تستخدم أو تطلب أفضلهم هذا المفهوم هو يعبر عن نخبوية أو يعبر عن جماعة قليلة في القوموس السياسي أو القوموس السياسي المعاصرة تعرف النخبة بأنها أقلية لكن لها نفوذ اجتماعي ولها نفوذ سياسي ولها نفوذ علمي ولها نفوذ من عدة أنواع ولذلك هي من خلال هذا النفوذ تسعى للاعتراف أو للوصول على السلطة من خلال الاعتراف العام بها طبعا ممكن تكون هذه النخبة من مجموعات مختلفة يعني ممكن أن نجد نخبة سياسية ولكن هي من مجموعات أو طواف متنافرة ومتضادة ممكن أن نجد نخبة سياسية وفيها ناس يهود وناس مسلمين وناس مسيحيين وهذا كان موجودا في تاريخي مثلا تجد طبيب الخليفة تجده نصرانيا كاتبه أو وزيره أحد وسرائه تجده يهوديا يكون خازن المال من طائفة أخرى أو من ديانة أخرى وهذا كان موجودا بكثرة في التاريخ الإسلامي إذن النخبة في هذه الحالة هي أقلية من مجموعات معينة وقد تكون طواف وقد تتشكل هذه النخبة سبب النزوح مثلا كم حصل أيام غزو البغول لبلاد المسلمين اكتساحها فر كثير من رجال الحكم في خوارزم فروا من مشرق الإسلامي إلى بلاد مثلا بغداد أو إلى ما وراءها إلى دمشق إلى مصر فنجد أن بعض هؤلاء الأشخاص أصبحوا في صلب الحكم والعملية البيروقراطية يعني مثلا المظفر قطز هو كان من أبناء الملوك في خوارزم عندما بيع وأصبح أحد المماليك عندما اجتد عدوه تحول إلى حاكم أو رأس السلطنة المملوكية فهذا مثال على أن النزوح قد يكون هو سبب من أسباب ظهور النخبة أو إنشاء النخبة النخبة بكل تأكيد لها دور في استكشاف المستقبل من زوايا مختلفة السبب لأنها ليست حزب ليست تجمع ليست قوة سياسية موحدة النخبة على العادة تكون صاحبة موهبة ولها قدرة على قراءة الواقع وتختلف النخبة فيما بينها بسبب اختلافها اجتماعيا أو ثقافيا أو مناطقيا أو حتى دينيا تتميز النخبة بقدرتها على التأثير في المجالات التي تنشط فيها وهنا يتشكل ما يمكن أن نسميه بأنه مجتمع النخبة مجتمع النخبة يساهم في توازن المجتمع لأنه يشرف أو ينظر أو يقدم مساعداته واسهاماته في معالجة مشكلات معينة من مشكلات اجتماعية أو مشكلات سياسية أو مشكلات علمية أو مشكلات ثقافية إذن من بين هذه الأنموعة لدينا النخبة السياسية النخبة السياسية وهي تركز السلطة والنفوذ بين عدد من السياسين وصناع القرار مثل القادة العسكريين كبار الموظفين الحكام طبقة الحاشية هؤلاء يمتلكون سلطة واسعة وتجعل القوة المركزية بأيديهم مثلا في عهد أفلاطون كان ينظر إلى النخبة السياسية بأنها العقل المدبر للمجتمع وهي التي ترسم توجهاته الاقتصادية والسياسية بينما كان الفلاسفة أو المدرسة الأكاديمية التي كان يحاضر فيها الفلاسفة وكانهم في أعلى السلم كانت ترسم الخط المعرفي لتلك المجتمعات الآن لو أننا نظرنا مثلا إلى النخبة الدينية أيضا نجد أن النخبة الدينية هي شريحة من العاملين في المجال الديني هناك كثير من الأشخاص الذين يكونونها مثل علماء أو رجال الدين لديهم سلطة معنوية ولديهم سلطة دينية هذه النخبة على سبيل المثال في الديانة المسيحية في طبقة الأكليروس في أوروبا طبقة الكهنة كان لها دور كبير في تغيير الملوك واستقرار أنظمة وحرمان عدد من النبلاء بإصدار قرارات حرمان كنسي وبالتالي هذه النخبة كان بينها وبين بعضها البعض تبادل لمسألة الدعم والامتيازات النخبة المثقفة مثلا نجد أن النخبة المثقفة هي ممكن أن تكون تشكل حالة الثقافة العامة في المجتمع ونجد أنها تضم في أواسع من المثقفين فلاسفة علماء فنانين كيميائيين فيزيائيين على سبيل المثال في الولايات المتحدة مثلا الأباء المؤسسين للولايات المتحدة مثل جورج واشنطن توماس جيفرسون كان لهم دور في دفع النخبة المثقفة في صياغة الدستور الأمريكي ووضع النظام السياسي الأمريكي بينما مثلا في السياق العربي المعاصر لا نرى للمثقفين هذا الدور الواسع وعلى الأغلب هم في الهوامش هم يتحركوا في الهوامش وبالتالي لا نرى لهم الفعالية في قيادة الدول أو في بناء أنظمة سياسية مستمرة ومستدامة يمكن أن يستفيد منها الشعب الآن أنا أحب أن أسأل هذا السؤال بما أننا تكلمنا عن المعرفة وتكلمنا عن النخبة من أين تأتي قوة النخبة؟ تأتي قوة النخبة من أنه لا يمكن تأثيرها عن العمران العمران الذي تكلمنا عنه في البداية فالنخبة هي دائما بحاجة إلى بيئة حاضنة وتتجاهز للاستقبال وتتطلب درجة معينة من الانفتاح والانتباه حتى تضع تصوراتها في سياق الاختبار يعني على سبيل المثال النخبة دائما تدخل في الفضاء العام تفكر وتخترع شيء أو تكتشف شيء وتفلسف هذا الشيء ثم بعد ذلك تأتي وتضعه موضع التنفيذ وهذه العلاقة بين النخبة وبين السياسة وبين المجتمع هي تشكل يعني ما يشبه ذراع لاستقبال الحاجة واستقبال العمران ولذلك هذا السؤال يدفعنا للسؤال من أين تأتي المعرفة؟ ما هي مصادرها؟ كيف تتصل بالتاريخ؟ كيف تتصل بالواقع الاجتماعي؟ متى تنفصل عن الزمن وتستقل عن قوانينها؟ عموما المعرفة أو الفكر والفن والفلسفة والعلوم هي ليست قواعد مكتوبة فحسب هي ليست تأتي من عاقل شخص معين فحسب وإنما هي نتاج من أشياء مركبة بعضها فوق بعض منها ما يتدخل بالتراث ومنها ما يتدخل بحركة الواقع ومنها ما يتدخل بآلية التفكير في العادة المعرفة لا تتطور تطورا قفزيا وإنما تتطور على نحو من التراكم هذا النوع من التطور الفكري يتراكم معرفيا وتاريخيا وبالطبع هو يتأثر سلبا وإيجابا بالفضاءات الثقافية الموجودة المحيطة به فالنخبة في كل الأحوال هي نتاج لتراكمات وحلقات موصولة ببعضها بعضا وعندما تتصل هذه الفترات الزمنية ببعضها البعض وتصبح ذات قدرة على التأثير نرى أن أفكارها تنتشر في المجتمع على سبيل المثال كل فيلسوف أو كل مفكر في أوروبا هو له صلة بمجتمعه ومروا أيضا بموضوع أنه انتقل من ناحية معينة إلى ناحية التأثير فهم قدموا في أفكارهم خلاصة عن عصورهم وفي نفس الوقت قدموا ما يفيد هذه المجتمعات أو ما تحتاجه تلك المجتمعات من أفكار ونظريات وآليات معرفية ولذلك دائما يجب أن نقول أن المعرفة لا يمكن أن تسقط دور الزمان وموقع المكان في إنتاج المعرفة لا يمكن لأي شخص أن يسقط دور الزمان وموقع المكان في إنتاج المعرفة وهذه الأمور الثلاثة المعرفة والمكان والزمان هي ثلاثية مرتبطة ببعضها البعض وهذه الأمور الثلاثة هي التي تسهم في تأسيس الوعي الذي يقود العمران البشري ويحتضنه ويدفعه ويعمل على تحقيقه نعود للسؤال الأول هل تأتي الفكرة من خواء عمراني التصورات وآليات البحث هي لا تأتي مصادفة ولا تأتي مكتبسة من مكان معين وإنما هي تأتي تلبية لحاجة الواقع إذن فمسألة المعرفة هي متصلة بالتاريخ متصلة بالأمة متصلة بدورها في تأسيس القيادة طيب الآن أنا أسأل نفسي سؤال بما أننا نتكلم عن النخبة هل المثقف ضمن النخبة؟ بكل تأكيد المثقف هو جزء من هذه النخبة ولكن للأسف المثقف العربي أصبح مقيدا إما بالتهميش فلا يكون له أي تأثير في المجتمعات العربية أو له تأثير ضعيف أو أنه مقيد بعلاقته مع السلطة السياسية وبالتالي هو يصبح لترويج أيديولوجيا معينة وبالتالي هو يتم تحييده دماما عن أي نقد لهذه الأيديولوجيا سواء كانت أيديولوجيا سياسية أو دينية أو فكرية أو أي أيديولوجيا أخرى فهذه العلاقة كما يقول محمد عبد الجابري يصف هذه العلاقة بأنها علاقة تناوب على الخدمة يعني كلاهما يتناوب على خدمة الآخر المثقفين يختمون السلطة بدل أن يكونوا قوى ناقدة وموجهة لها وأيضا السلطة تهيئ لهؤلاء المثقفين ما يحتاجونه ليستمروا في التأثير في أشأن العام وبالتالي يعني يتراجع دور التأثير المثقفين العرب في أشأن العام لأنهم لم يشاركوا أصلا بتشكيل الرأي العام وإنما إذا رأينا المفكرين الغربيين في مرحلة من المراحل مثل فولتير أو جان جاكروسو أو جان بول سارتر أو ليتشي أو عدد كبير من المفكرين الغربيين نرى أن هؤلاء المفكرين الغربيين كان لهم دور كبير في التأثير في المجتمعات بينما لم يكن لهذا التأثير في المثقفين العرب في زماننا الحالي ومن هنا يجب أن نعرف أن المثقف يجب أن يكون لديه مسؤولية في ثلاثة أمور مسؤولية في بث الوعي في المجتمع مسؤولية في قيادته نحو التغيير مسؤولية في تحريك الناس للتفكير في القضايا المصيرية فالمثقفون كما يقول إدوارد سعيد يقول أن المثقف هو مسؤول عن توضيح القيم التي يحتاجها المجتمع وبالتالي يجب عليه أن يجسد هذه القيم في نفسه ويجسدها في علاقته مع المجتمع من خلال بث الوعي فيه وفي نفس الوقت المثقف العربي يعني ممكن أن نرى الآن المثقف العربي في زماننا أخفق في كثير من الأحوال في فهم ما يجري في الواقع العربي سواء من حيث الثورات التي قامت ومن حيث دعمها أو تحليلها أو تنظر لها أو الموقف المضاد لها يعني نحن نجد أن هناك كثير من الإخفاقات والسبب في ذلك أن كثير من المثقفين لا يعيشون على صلب الحياة اليومية للناس وإنما يعيشوا على الهوامش وعندما انفجر شيء من صلب الحياة اليومية نرى أنهم تناولوا هذا العمل الذي انفجر من الصلب تناولوه أيضا من الهوامش والذي يصلوا إلى عمقه الآن لو أننا نسأل أنفسنا ما هو دور النخبة بالنهضة إذا أردنا أن ننتج عمرانا معينة ألا يجب أن يكون لدينا نخبة تنظر لنا في النهضة؟ بكل تأكيد النخبة لها دور في النهوض والتقدم في المجتمعات النخبة بكل شرائحها هي قوة محركة سواء كانت نخبة سياسية أو نخبة ثقافية أو نخبة دينية أو نخبة عسكرية هي تمثل قوة محركة لأنها تقدم الرؤى والأفكار التي تدفع المجتمع إلى التطور والتغيير هناك عدد كبير من المجالات التي تستطيع النخبة أن تفعل التغيير من خلاله يعني مثلا لدينا التوجيه الثقافي والفكري عندما نجد نخبة تضع يدها على العطب الفكري والعطب الذاتي والعطب الوعي والعطب في الحياة وتستطيع أن توصل صوتها بالكثير من النتاج الذي يلائم الشباب ويلائم المجتمعات سواء من حيث الفيديوهات أو من حيث المواد الوسائقية أو من حيث الأخبار أو من حيث القصص والروايات أو من حيث حتى المسلسلات عندما نجد أن النخبة تستطيع أن تقدم أفكارها وتؤثر في المجتمعات فنرى أن النخبة الآن تحولت من الهامش إلى الصلب وتحولت إلى قيادة النهضة الفكرية فهي تقدم هذه الرؤى بخلال سلسلة من المنتجات يعني ليس فقط المحاضرات وليس فقط الدورات التنموية أو الدورات التدريبية وليس فقط من خلال الكتابات والمقالات وإنما من خلال مجموعة متكابلة من الأدوات التي تؤثر الحالة الراهنة وتقدم رؤية نقدية لها تشخص مشكلات ثقافية واجتماعية وبالتالي تسهم في تكوين الوعي الجماعي يعني على سبيل المثال أفكار المفكري في أوروبا مثلا في القرن الثامن العشر كانت محكومة لأفكار فولتير ونجان جاك روسو وبالتالي هذه الأفكار كانت دافع كبير لقيام الثورة الفرنسية وبالتالي قيام الثورة الفرنسية كان مرتكز على فكرة الحرية والعدالة والمساوة وهذه هي كانت النظريات التي تركز عليها أطروحات المفكرين والمثقفين قبل الثورة الفرنسية والتي أثرت في المجتمعات البشرية أو المجتمعات الفرنسية ثم بعد ذلك ساعدت الناس أو دفعتهم للقيام بتلك الثورة في نفس الوقت مثلا في التزامن مع الثورة الفرنسية كان هناك عمل كبير جدا في أمريكا على تأسيس نظام ديمقراطي طبعا وإن لم يكن هذا الأمر يمشي بخطوات منسقة ومنظمة ولكن كان هناك نخبة سياسية تعمل على ترسيخ مثلا المشاركة تعمل على دفع أجلة النهوض من خلال تأسيس الجمعيات المدنية الأوقاف يعني الجمعيات الغير الربحية وترسخ حضورها في المجتمعات فأي مجتمع لا تجد فيه جمعيات مدنية ستشعر أن هذا المجتمع غائب عن المشاركة السياسية وكلما تعزز المجتمع المدني المكون من جمعيات وفعاليات شبابية وفعاليات مختلفة في كل النشاطات فستجد أن هذا المجتمع هو مجتمع مشارك في صناعة السياسة وكلما قل هذا الأمر فيه ستجد أن هذا المجتمع محروم من السياسة وبالتالي ستجده متأخرا ومتخلفا النخبة أيضا تعمل على تحفيز الأصلاحات الاقتصادية يعني مثلا للنخبة الاقتصادية هناك إسهام كبير في تشكيل النهوض الاقتصادي لأنها تنظر مثلا لفكرة تشجيع الاستثمار تطوير السياسات الاقتصادية يعني تنظر لإرساء أنظمة تحسن من الأوضاع المعيشية وتدفع لها الاقتصاد يعني على سبيل المثال مجموعة رجال الأعمال الذين كانوا حول الأمبراطور ميجي وما جاءوا قبله في اليابان يعني هم السبب الأول في تحويل اليابان إلى قوة اقتصادية من خلال الاستثمار في الصناعة وفي نفس الوقت الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا وصناعات مختلفة على كل حال هناك عدد كبير من التحديات التي تواجه النخبة في النهوض بمجتمعات يعني مثل التبعية للسلطة يعني هذا التحدي كبير جدا دكتاتورية الاستبداد عدم القدرة على إبداء الرأي انشغال النخبة أصلا بتحقيق مصارحها الخاصة وبالتالي تضعف الثقة بين النخبة والمجتمع وهذا يؤثر سلبا على قدرتهم في إحداث تغيير وأنا الآن أريد أن أقف عند ملاحظة مهمة جدا في الحالة الأوروبية وحتى في الحالة الإسلامية العمران هو ينتج حالة من التفكير المعرفي العمران هو الشجرة التي تتسع وبناء عليها تقوم النطاقات وبالتالي تتحسن شروط المعرفة وتتفرع نطاق العلوم وبشكل أفقي وعمودي ولو أننا نظرنا إلى هذه النقطة من التاريخ الإسلامي العمران البشري هو تحرك مثل تحرك التجارة ضبط الأسواق الأمان نشر الأمان نشر الأخلاق وأشياء كثيرة أخرى من هذا القبيل عندما تجتمع مع بعضها البعض ونرى أن هناك مساحة لتفكير والإبداع ونرى أن الأوضاع الإنسانية أو الأوضاع المالية في أفضل أحوالها وأن النظام المالي أو النظام السياسي مستقر فسيكون هذا دافع لأن تظهر الحالة المعرفية المتراكمة وهذا ما نرى مثلا في عهد الأموين حتى بعد ذلك في عهد العباسيين عندما بدأت ليس فقط حركة الترجمة وإنما كثير من العلوم الإسلامية بدأت تترسخ يعني مثلا ظهور المذاهب الإسلامية مذهب الأهل الرأي في العراق ممثلا بأبو حنيفة ومذهب الإمام مالك في المدينة ومذهب بعد ذلك مذهب الإمام الشافع وبعد ذلك مذهب الإمام أحمد هذه ليست مجرد عن الواقع الذين كانوا هم فيه وإنما كانت هي امتداد لتراكمات ولكن الاجتماع العمراني دفع لترسخ هذه المدارس وتحولها إلى مذاهب استمرت عبر انطمام عشرات التلاميذ الذين تحولوا إلى علماء ثم بعد ذلك جاء علماء آخرين هم تتلمذوا على أيديهم وهكذا إلى مال النهاية العمران هو كان سبب في إنتاج هذه الطبقة هذه نتكلم مثلا في الفقه هناك طبقة مثيلة في الهندسة كان هناك طبقة مثيلة في الفلسفة كان هناك طبقة مثيلة في علوم الصناعة العسكرية كان هناك طبقة مثيلة في الاقتصاد يعني نرى أن هذا الأمر متلازم هناك تطور نفس الشيء نراه في أوروبا يعني النخبة الأوروبية لم تنتج معرفة إلا بعد أن تحسنت شروط العمران عندما صار لديها استقرار نوع استقرار سياسي نوع من الرفاهية المالية والوفرة المالية والدفع على التفكير المعرفة إذن لا تنتج العمران وإنما العكس العمران هو مؤسس للقاعدة التاريخية والاجتماعية للمعرفة كل ما نراه في أوروبا مثلا من مدارس للفنون والموسيقى والفلسفة والقوانين ونظريات الاقتصاد وآليات التنظيم وكل ما يتصل به كل هذا التقدم جاء في سياق تحولات في سياق منافسة بين البشر بين العلماء في هذه المدارس هؤلاء انطلقوا عندما جاءوا لوضع أفكارهم موضع التصور ثم موضع التطبيق وهذا كله كان في سياق عمران معين وكذلك النظر إلى هذا الأمر يحتاج النظر إلى الماضي نظر إلى المستقبل يعني أنك يجب أن لا تخطع مع الماضي ما ينتجه الإنسان في الماضي خاصة نحن المسلمين ما أنتجناه في الماضي من ابتكارات ومناهج وفقه وعلوم علوم حديثية وكلامية وتفسير وكل هذا هذا ما يجب أن يشكل النهضة المقبلة لأن التراكمات الثقافية هي التي تتضمن على المنظومة الحضارية التي تناسبنا نحن كحضارة كونية إسلامية والآن هناك ملاحظة في غاية الأهمية يجب أن نقف عليها وهي أنه لا يمكن أن يكون هناك نهضة معينة دون الاستفادة من آخر ولكن هذا الآخر يجب أن نحاكم ما لديه من أفكار بناء على ما لدينا من مصادر أو رؤى أو معادلات أو قواعد قطعية لنفترض أننا الآن نقف أمام أوروبا في الأندلس وسنرى أن الأوروبي عندما رأى المسلم قد انكسر أمامه وجاء ورأى لديه تلك الحضارة واستفاد منها الإسبان بنوا تقدمهم المدني بناء على مجموعة من القواعد التي ورثوها عن المسلمين قواعد في الفيزياء وقواعد في الاقتصاد وقواعد في العسكرة وقواعد في الاجتماع ولكنهم بعد ذلك استطاعوا قطع السلسلة وعدم الارتكاز على المسلمين وإنما أضافوا صورتهم أو ذاتيتهم الثقافية ليؤسسوا منظومة مستقلة بعد ذلك وينطلق بها هذا ما يمكن أن نتوقف عنده في حلقات قادمة إن شاء الله الآن يجب أن نشير إلى أن لابد من إصلاح النخبة لابد من النخبة تتفاعل مع المجتمع لابد من المجتمع أن يطور من آلياته العمرانية من خلال إنشاء ما يمكن أن نسميه بالدعم المتبادل بين الناس حتى يكون هناك تطور فكري وهذا التطور فكري هو ما سينتج لنا وفرة من الأفكار ووفرة من النظريات التي يمكن أن تتحول في المستقبل إلى منظومات حضارية تقوم عليها نهضة الأمة التطور لا يحصل دفعة واحدة الحضارة أيضا لا تحصل دفعة واحدة كل هذه الأمور لا تحصل دفعة واحدة ولا تحصل حتى في مدة وجهزة هي تحتاج إلى مسافة زمنية طويلة وتحتاج إلى مساحة جغرافية واسعة لتأخذ مداها وتتواصل مع مدارس أخرى وأفكار أخرى ومن النهاية سوف تصل إلى التطور عمراني في غاية الأهمية والآن يجب أن نقول أن هذه الفكرة فكرة النهضة هي ليست مجرد فكرة أو حلم هي حاجة حاجة مرحة تلامس وجدان الشعوب وتدفعها للتغيير فهي شعور عميق يراودنا جميعا أنه قد حان الوقت لنخرج من هذا التخلف ومن هذا العجز حان الوقت لنصل إلى مستقبل يكون الجميع فيه يعيش بكرامة ويكون هناك ازدهار في الاقتصاد ويكون هناك ازدهار في حرية الرأي وحرية التعبير والسياسة هناك ازدهار في احترام الكرامة الإنسانية هناك ازدهار في التعليم النهضة هي ليست حلم هي إدراك من الشعوب أن النهضة ليست حدثة مفاجئة وإنما هي عملية شاقة تحتاج إلى رؤية وتحتاج إلى إصرار وتحتاج إلى تكاتف من كثير من المجتمع من عناصر وأعضاء المجتمع الأمم التي تحولت تحولا جذريا من الركود إلى الازدهار هي الأمم التي نفذت هذا الأمر كان لديها قيم مشتركة وكان لديها تعزيز لهذه القيم وكان لديها إرادة لتحقيق هذا النهض كما ذكرنا مثال يعني اليابان في قرنة التاسع عشر يعني بعد فترة طويلة من العزلة قادتها أدركوا أنهم لابد أن يغيروا من آلية التعاطي مع المحيط والتعاطي مع العلم والتعاطي مع آلية التحديث لذلك قررت اليابان بتأثير من النخبة الاقتصادية والسياسية التي كانت قريبة من الإمبراطور ميجي وتخلت عن عزلتها وفتحت على العالم بنفس الوقت بدأت حركة إصلاح علمية ونقلت المجتمع من المجتمع الياباني زراعي إمكاناته محدودة إلى مجتمع صناعي قوي خلال عدد قليل من السنوات هذه النهضة ليست وليدة صدفة وإنما نتاج إرادة قوية ورؤية بعيدة المدى نفس الشيء ممكن أن ننظر إلى أوروبا في عصر النهضة هناك تحولات عميقة أصابة أوروبا يعني هناك كان شغف بالمعرفة شغف بالفن شغف بالاكتشاف كان هناك تغيير في نمط التفكير مثلا الانتقال من أفكار منطقية معينة إلى النظام أو البحث عن نظام منطقي ومعرفي آخر مثلا فرانسيس بيكون حاول أن ينتقد المنطق الأرسطي والانتقال من أن الاستنباط لا يمكن أن يقدم معرفة حقيقية وإنما لابد أن يكون هناك ملاحظة واستقراء وعلى أساس الاستقراء تبنى المعرفة الحقيقية كان هذا السبب الذي دفعه لكتابة كتاب الأورغانون الجديد لأن كتاب المنطق الذي ألفه آرسطو كان يطلق عليه الأورغانون فهو كأنه ألف منطقا جديدا نفس الشيء في الوقت المتزامن في هذه القرون كانت المدن الإيطالية مثل فلورانسا بيزا ميلانو كانت هي رغم أنها مدن صغيرة ولكن كانت مركز جذب للفنانين والعلماء مثل ليوناردو دافينشي ومايكل أنجلو وكثير من المهندسين والفنانين وهذه النهضة كان لديها مورد عمراني من المال والتجارة وأشياء أخرى وهذه المدن استثمرت في الثقافة وجعلت من الثقافة موردا للتطوير وتوسيع الأعمال والتجارة وهذه النهضة لم تشمل فقط الأمور المادية وإنما شملت الأمور الفلسفية والفنون والعلم ونظريات الفيزيائية وبالتالي كانت النهضة الأوروبية قائمة على هذا الأمر هناك نهضات كثيرة حتى النهضة معاصرة مثلا تجربة الماليزية تجربة الماليزية جعلت التعليم هو ركيزة النهضة في زمن مهاتي محمد واستثمرت في التخصصات وواكبت من خلال مكافحة الفساد واكبت في التعليم ثم بعد ذلك واكبت تطورات الاقتصاد العالمي وبالتالي هذا جعل ماليزيا بلد جاذب للاستثمار ومع تعزيز التعليم أصبحت نموذجا ناجحا في جنوب شرق آسيا على كل أحوال هناك أسباب كثيرة تجعل النهضة ضرورية مثل حاجتنا لاستقلال حاجتنا لأن نكون أقوية حاجتنا لأن نكون أحرار حاجتنا لأن نحيا في كرامة هناك أسباب كثيرة تدفعنا لأن نطلب النهضة وباختصار النهضة ليست حلما بعيدا لكنها عملية وهذه العملية تحتاج إرادة ورؤية وبدونها لا يمكن للمجتمع أن يخرج من حلقة التبعية والعجز بل سيبقى عالقا فيها التاريخ يؤكد لنا أن النهضة ليست مستحيلة لكنها تحتاج شجاعة لنخرج من الفقر ونتصل بالوعي والعلم والفعالية والتكاتف مع بعضنا البعض والاستفادة من تجارب الأمر من الأخرى ونكون أكثر وعيا بالثقافة والتاريخ وإن شاء الله نكمل السلسلة في حلقات قادرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته